ماجد النفاعي يستمر في رئاسة النادي الاهلي ويطرد موسى المحياني من النادي وتغيرات تاريخية في النادي الاهلي بعد الهبوط بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس أو فارس وفيش المقطع الجديد المقطع اليوم راح يكون عودتنا من جديد للسلسلة المعتادة آخر خبار الدولي السعودي والجديد اللي ساير في الساحة في الأيام الأخيرة حلقة اليوم طبعا ما راح تكون عن النادي الاهلي فقط راح تكون عن عدة انديا وهذا واجبي أنا مني هنا لتغطية نادي معين فقط أنا هنا لتغطية جميع الأندية ولكن قبل بداية مقطع اليوم لا تنسون تشتركون في القناة خلونا نوصل اليوم أكبر عدد من المشاركين وتضغطون زر اللايك وتابعوني عبر حسابات الموجودة تحت في التعليقات في الوصف ولا تنسون تذكروننا الله عز وجل وخلونا الآن نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ حديثنا في مقطع اليوم مع أول خبر عندنا في حلقة اليوم وهذا الخبر للأمانة يخص نادي واضح أنه محضر للموسم القادم بشكل كبير جدا جدا نادي النصر يعلن يوم أمس وبشكل رسمي توقيعه مع المدرب الفرنسي رودي قارسيا المدرب العالمي اللي سبق له تدريب عدد كبير من الأندية المميزة ومن أبرز هذه الأندية نادي مارسيلي الفرنسي ونادي ليون الفرنسي وأيضا نادي روما الإيطالي هذا المدرب يا جماعة الخير عنده إمكانيات قوية جدا رودي قارسيا اللي ما يعرفه هو مدرب فرنسي يبلغ من العمر 57 عام هذا المدرب سبق له زي ما قلت لكم درب أندي كبيرة في مسيرته وحقق معاها أرقام جدا كويسة هذا المدرب أيضا عنده إمكانية أنه يحسن شكل النصر الحالي ويجعله في الموسم القادم على الأقل على الأقل يحقق بطولة على الأقل يعني أنا أقول لكم من الآن النصر الموسم القادم راح يحقق بطولة على الأقل بإذن الله مع هذا المدرب ونادي النصر علمكم ما راح يكتفي بدرودي قارسية فقط نادي النصر من الآن بدأ الشغل على الانتقالات وبحسب أغلب الأخبار المنتشرة فنادي النصر قريب جدا من التوقيع محارس دولي عالمي سبق له اللعب في الدور الإيطالي وفي الدور الإنجليزي أيضا وقريب جدا من التوقيع مع ظهير أيسر جدا مميز وهو أيضا لاعب دولي وغير ذلك دارة نادي النصر لسه عندها عدة صفقات في الأيام أيضا القادمة مثل المهاجم الأجنبي اللي فيه أنباء كثير أنه قد يكون أحد أقوى الصفقات في تاريخ الدوري السعودي فواضح أنه قدامنا موسم تاريخي جدا للنصر ورودي قارسية صرح أيضا بعد توقيع نادي النصر وقال وصلت جماهيرية عظيمة وفي لحظات حاسمة ومع أنديت كبيرة كان لي نصر فكيف وأن تكون مدربا لنادي جعله من كلمة النصر اسم له هذا كان تصريح المدرب بعد توقيعه مع نادي النصر وواضح راح نشوف موسم جدا عظيم لنادي النصر وبخصوص موعد وصول المدرب فرح يوصل للرياض بإذن الله الأسبوع القادم كل التوفيق للعالمي وبإذن الله نشوف موسم جدا جميل للنصر وخلونا الآن ننتقل من النصر وننحول لنادي آخر في حلقة ريوم وهو النادي الأهلي وبخصوص موضوع النجم الدولي المقدوني ولاعب النادي الأهلي الحالي اليوسكي بعد هبوط النادي الأهلي كلنا عارفين أنه خلاص اليوسكي مستحيل يكمل في النادي الأهلي وهذا شيء مفروغ منه لاعب دولي وعنده إمكانيات جدا مميزة هو أفضل لاعب للنادي الأهلي هذا الموسم وأي شخص ينكر أنه اليوسكي هو أهم لاعب في الهلي هذا الموسم للأمانة هو شخص جاحد وناكل للجميل هذا اللاعب كان هو حسمة الفريق الوحيدة هذا الموسم على العموم ما نطول في الموضوع خلونا ندخل في الموضوع الرئيسي وبشكل رسمي طبعا محامي أليوسكي بعد هبوط النادي الأهلي يتقدم بشكوى رسمية للفيفا ضد الأهلي بسبب تأخر مستحقات اللاعب أليوسكي لمدة عدة أشهر ومن المقرر أن يطلب من النادي الأهلي الرد على الشكوى خلال الخمسة عشر يوم القادم وفي حال ما قدر النادي الأهلي يرد على هذه الشكوى بأدلة كافية فرسميا يحق لي أليوسكي فسخ عقده دون الرجوع للنادي الأهلي لذلك أتمنى إدارة النادي الأهلي الآن تكون جاهزة لهذا الموضوع وتحله في أقرب وقت وتستفيد من أليوسكي كلنا عارفين أنه خلاص أليوسكي خارج من النادي الأهلي لذلك أنت لازم تستفيد من هذا اللاعب وتبيعه بمبلغ ممتاز يعني ما بين العشرة إلى عشرين مليون ريال يصير هذا الشي يفيدك في ميزانيتك في الموسم القادم لذلك أنت بحاجة لمبلغ انتقال أليوسكي على عموم الأيام القادمة رح تبين كل شيء وخلونا الآن ننتقل لخبر آخر في حلقة اليوم وهو بخصوص نادي الهلال اللي أعلن وبشكل رسمي يوم أمس تجديد عقد المدافع الدول الكوري جنقه يونسو لمدة موسم جديد وللأمانة هذا الصفقة نهني إدارة الهلال عليها جنقه يونسو ما قصر أبدا طوال المواسم اللي لعب فيها النادي الهلال وكان أحد أهم وأبرز اللاعبين في تحقيق الهلال لعدة بطولات سابقة بعد الله عز وجل طبعا لاعب ممتاز والتجديد معه جاف وقته للأمانة وبخصوص نادي الهلال في أخبار وبشائر قاعدة تنتشر بشكل كبير في مواقع التواصف للأيام القليلة الماضية أنه ممكن نادي الهلال يرفع عنه إيقاف التسجيل ويسجل في فترة الانتقالات القادمة فكل شيء بإذن الله أيضا رح يتضح في الأيام القادمة نفس موضوع اليوسكي وخلونا نشوف وش يسير هل الهلال رح يقدر يسجل أو ما رح يقدر يسجل وخلونا الآن نترك الهلال والنصر وجميع الأخبار اللي تكلمنا عنها في حلقة اليوم وننتقل للخبر الرئيسي في حلقة اليوم وهو بخصوص إدارة النادي الأهلي زي من تعارفين بعد هبوط النادي الأهلي في أخبار انتشرت عبر مواقع التواصل وبشكل كبير أنه إدارة النادي الأهلي رح تستقيل من منصبها وإدارة النادي الأهلي معدى رح تكمل في النادي أي يوم ولكن هذه الأخبار حتى الآن غير صحيحة أبدا ومبدئيا ماجد النفاعي مستمر في رئاسة النادي الأهلي وبخصوص هذا الموضوع أنا مع جمهور النادي الأهلي في أنه ماجد النفاعي فشل في رئاسة النادي الأهلي وقدم شغل ضعيف جدا وما قدر يسوي أي شيء في فترة رئاسة بالعكس النادي وصل لمركز عمره ما رح يصل له في تاريخه وهذه وص متعار رح تبقى في تاريخ النادي الأهلي للأبد بسبب شغل إدارة النفاعي ولكن للأمانة أنا أول الأشخاص المعارضين لخروج ماجد النفاعي أبدا أبدا يا جماعة الخير ما ينفع يخرج ماجد النفاعي الآن هذا غلط كبير وفادح بحق النادي الأهلي في حال خرج ماجد النفاعي الآن لأنه ما في أي أحد رح يتكفل بديون النادي الأهلي ولا في أي أحد رح يقول أنا قدر هذه الديون زي ما شفنا ماجد النفاعي يوم جاء في بداية الموسم قال أنا ما لي أخطاء أو ما لي دخل في أخطاء الإدارات السابقة لذلك لازم ماجد النفاعي الآن هو يتحمل كل الديون على النادي الأهلي سواء الديون اللي هو تسببها أو الديون السابقة وبعدها يمشي أنا معاكم بعد ما يتكفل بكل الديون ذاك الوقت خلاص يروحوا معه نبغاه ومع السلامة لكن في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي لازم ماجد النفاعي يبقى ويسدد جميع ديون النادي ويرجع النادي لدولي الممتاز وبعدها الله يوفقه ومع السلامة لكن إنكم تبغون الرئيس يخرج الآن بدون ما يدفع ثمن اللي سواه هذا أكبر غلط أما بخصوص موسى المحياني فهذا الشخص رسميا لن يستمر مع النادي الأهلي حتى لو النادي الأهلي صدر قرار بزيادة عدد الأندية في الموسم الحالي موسى المحياني ما رح يكمل موسى المحياني هو أول الخارجين من النادي الأهلي وبشكل رسمي ولن يكمل مع النادي الأهلي أبداً 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 يعني في حال كان فيه شخص رح يستمر فهو ماجد النفاعي أما موسى المحياني فما رح يكمل مع النادي الأهلي أبدا ولا يستحق أساسا أنه يكمل مع النادي الأهلي بعد الوعود والتصاريح الكاذبة اللي قدمها في بداية الموسم على العموم هنا وصلنا نهاية المقطع إذا عجبك هذا المقطع أتمنى تقدر جهدي وتعبي في هذا المقطع بضغطك على زر اشتراك زي ما تشايف الآن على سار الشاشة أنا مسهل لك العملية اشتركوا لي نوصل أكبر عدد المشركين اليوم واعطوني أراءكم تحت في التعليقات حول جميع مواضيع حلقة اليوم ولا تنسون تتابعوني المقاطع الموجودة على يمين الشاشة كان معكم فارس وفارس أوفيشل وأيضا لا تنسون الختام كل مقطع تذكرون الله عز وجل والآن أقدر أقول لكم مع السلامة